السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا ثامن؟ أعزائي كنا في الفيديوهات السابقة قد قمنا بشرح قصيدتنا خلقت طليقا للشاعر أبو القاسم الشابي خلونا نذكر مع بعض يا ثامن أبرز الأفكار التي وردت في هذه القصيدة دعا الشاعر الناس في هذه القصيدة إلى التمتع بالحرية والدفاع عنها ومواجهة الصعوبات التي تعترضهم وعدم الخوف منها كما دعا الناس إلى التمتع بجمال الطبيعة الذي لا يمكن أن يحدث إلا إذا عشنا بحرية ويرى الشاعر أن كل شيء في هذا الكون من مظاهر كالنسيم والطيور والربيع وغير ذلك يثبت ذلك ويثبت أننا بحاجة إلى الحرية ولا نستطيع أن نستغني عن الحرية دعونا أعزائي نبدأ بحل أسئلات المعجم والدلالة الموجودة في صفحة 62 نبدأ أعزائي بعد المعاني بالسؤال الثاني عد إلى المعجم واستخرج معاني المفردات الآتية تشدو ما معنى تشدو بمعنى تغرد وتغني وحي ما معنى وحي الهام الأنيق الجميل الحسن المظهر ما معنى عذب أي حلو صاف أو سائغ سائغ طبعا أيضا بمعنى خال من الشوائب أو صاف أو عذب كلها بنفس المعنى وطبعا أكثر شيء تطلق على ماذا؟ على الماء نقول ماء عذب أي بمعنى صاف أو سائغ أو خال من الشوائب يعني تطلق على السوائل بشكل عام الآن أعزائي خبنا ننتقل للسؤال الثالث فرق في المعنى بين كل كلمتين تحتهما خط فيما يأتي وتمرح بين ورود الصباح ما المقصود بكلمة ورود هنا؟ ورود بمعنى أزهار في الجملة الثانية أيضا كلمة ورود وردت في جملة أخرى بسياق آخر ورد الربيع فمرحبا بوروده ما معنى وروده هنا؟ أي حضوره أو قدومه أو مجيئه هذا المقصود بالورود في هذه الجملة طبعا في الفرعبة المطلوب أن أفرق بين الجملتين في كلمة غرير طبعا نحن نعرف أن الكلمة ثامن يختلف معناها باختلاف سياق الجملة التي توضع فيها وإلا ربيع الوجود الغرير ما معنى الغرير هنا؟ الغرير أي الجميل الحسن الطفل غرير لا يعرف مصلحته ما معنى غرير؟ غرير بمعنى لا تجربة له ليس عنده تجربة في الحياة لأنه صغير في السن طبعا فهذا الإنسان صغير السن الذي لا يوجد عنده تجربة نقول عنه إنسان غرير اختر المعنى المناسب لكل كلمة تحتها خط السؤال الذي يليه خلقت طليقا كطيف النسيم ما المقصود بكلمة طيف؟ خيال ولا رياح ولا رقة؟ طبعا الجواب هو ألف خيال إذن الجواب طيف ألف يعني خيال في الفرعبة أترهب نور الفضاء في ضحاه؟ أترهب بمعنى تريد أو تخشى أو تهرب؟ طبعا معناها ترهب أي تخشى أتخشى نور الفضاء في ضحاه؟ وإلا أريج الزهور الصباح ما المقصود بكلمة الصباح؟ طبعا المطلوب هنا كلمة الصباح المقصود بكلمة الصباح هنا هل هي أول النهار؟ ولا الناظر الجميل؟ ولا المشرق المنير؟ طبعا معناها المشرق المنير عد إلى المعجم في السؤال الخامس واستخرج مفرد كل من الكلمات الآتية يعني أنا عندي جمعي ثامن بدي المفرد من هذا الجمع المروج ما مفردها؟ مرج نقول مرج واحد ثلاثة مروج الربا مفردها ربوة الأشعة مفردها شعاع تمام؟ طيب خلونا الآن يا ثامن ننتقل لأسئلة الفهم والتحليل الموجودة في صفحة 64 وفي صفحة 65 السؤال الأول من أسئلة الفهم والتحليل يقول الشاعر خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماه من يخاطب الشاعر؟ يخاطب طبعا الإنسان بشكل عام أي إنسان لأنه يدعو هنا الناس بشكل عام إذن من المخاطب؟ هالفئة معينة هي المخاطبة؟ الناس أو الإنسان هو المخاطب في هذا البيت إذن من المخاطب؟ نقول الإنسان ما النعمة التي يشير إليها؟ نعمة الحرية يقول خلقت طليقا أي خلقت حرا إذن النعمة التي يشير إليها في هذا البيت هي نعمة الحرية في الفرع جيم ما دلالة وصف الشاعر الإنسان بأنه كالنسيم في رأيك؟ لماذا وصفه بالنسيم؟ طبعا هذا ذكرناه أثناء شرح الأبيات يا ثامن قلنا أنه وصفه بالنسيم لأن هذا النسيم حر لا يقيده شيء هل يستطيع أحد أن يقيد نسمات الهواء ويتحكم فيها أين تذهب وأين تجي وأين تروح؟ بالطبع لا يستطيع أحد أن يتحكم في النسيم فالنسيم حر لا يقيده شيء وكذلك الشاعر وصف الإنسان بالنسيم لأن هذا الإنسان يجب أن يكون حرا ولا يقيده شيء السؤال الثاني ثامن اقرأ الأبيات الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها تغردك الطير أين دفعت وتشد بما شاء وحي الإله وتمرح بين ورود الصباح وتنعم بالنور أن تراه؟ وتمشي كما شئت بين المروج وتقطف ورد الربا في رباه من خلال هذه الأبيات اللي قرأتها يا ثامن مطلوب مني أن أجيب على بعض الأسئلة منذكر دائما إجاباتي يجب أن تكون من خلال هذه الأبيات ألف الحرية تمنح الإنسان السعادة حدد موضعا من الأبيات يؤكد ذلك يؤكد ماذا أن الحرية تمنح الإنسان السعادة أين وردت السعادة أو مفهوم السعادة في هذه الأبيات التي قرأناها عندما قال الشاعر تمرح بين ورود الصباح طبعا تمرح هنا تتحرك سعيدا مسرورا إذن هنا دليل على أن الحرية تمنح الإنسان السعادة هنا ورد ذلك تمرح بين ورود الصباح في الفرعبة الحرية تظهر في تصرفات الإنسان وسلوكه وضح ذلك كيف تظهر الحرية في تصرفات الإنسان وسلوكه بناء على الأبيات التي قرأناها كيف يصبح سلوك الإنسان عندما يشعر بالحرية يقول الشاعر تغرد كالطير إذن الإنسان الحر يصبح يغرد كالطير وتشدو أيضا يشدو تنعم بالنور أن تراه هذه هي أحوال أو سلوك أو تصرفات الإنسان الذي يشعر بالحرية تمشي كما شئت بين المروج أيضا تقطف ورد الربا في رباه كل هذه تصرفات يقوم بها الإنسان الذي يشعر بالحرية ننتقل أعزائي إلى السؤال الثالث السؤال الثالث يقول اقرأ البيتين الآتيين ثم أجب عن الأسئلة التي تليهما أتخشى نشيد السماء الجميل؟ أترهب نور الفضاء في ضحاه؟ ألن هضوصر في سبيل الحياة؟ فمن نام لم تنتظره الحياة في الفرع ألف ما الشيء الذي يستنكره الشاعر ويرفضه؟ يستنكر ماذا؟ يرفض ماذا؟ أتخشى نشيد السماء الجميل؟ إذن هو يستنكر ويرفض أن يخشى أي إنسان ويخاف ويرفض الحرية لأن الحرية هي هبة ونعمة من الله سبحانه وتعالى قلنا لجميع البشر فهنا الشاعر يرفض ويستنكر هل يمكن أن يكون أي إنسان يرفض الحرية؟ أي إنسان يريد أن يكون مقيد؟ لا يريد أن يحصل على حريته ويخاف من أن يحصل على الحرية؟ أكيد لا يوجد إنسان كذلك فبالتالي أعزائي ما هو الشيء الذي يستنكره الشاعر؟ في قوله طبعا أتخشى نشيد السماء الجميل؟ أترهب نور الفضاء في ضحاه؟ إذن هل هناك إنسان يخشى نشيد السماء لهبة السماء؟ وهي أمر الله للناس بالحرية؟ هل هناك إنسان يخاف ويخشى من نور الفضاء؟ في إنسان يخاف من النور ويفضل العتمة على النور يخاف من النور ويحب العتمة؟ هذا طبعا يعني شيء يستنكره أي إنسان ويرفضه في الفرعبة إلى ما يدعو الشاعر الإنسان يدعوه إلى النهوض والسير في سبيل الحياة أي اسعى في الحياة يقول طبعا ألنهض وسر في سبيل الحياة إذن يدعو الشاعر من خلال الأبيات إلى السير والنهوض في سبيل الحياة الإنسان يجب أن يعمل يسعى في هذه الحياة الآن في الفرع جيم كيف فسر دعوته هذه؟ طبعا هو أقنعنا قدم دليل طلب من الإنسان ودعاه أن ينهض ويسير في الحياة صحيح؟ طب كيف فسر هذه الدعوة عندما دع الإنسان أن ينهض ويسير في الحياة؟ قال له من نام لم تنتظره الحياة بمعنى أنك لو تكاسلت وتخاذلت لن تنتظرك هذه الحياة فبالتالي استغل الفرصة ولا تؤجل لا تسوف انهض صرف الحياة اسعى في الحياة حتى تصل إلى هدفك لأن الحياة لن تنتظرك نهائيا طيب خلونا ننتقل أعزائي للسؤال الذي يليه في السؤال الرابع اقرأ الأبيات الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها ولا تخشى مما وراء التلاع فما ثم إلا الضحى في صباه وإلا ربيع الوجود الغرير يطرز بالورد ضافي رداه وإلا أريج الزهور الصباح ورقص الأشعة بين المياه وإلا حمام المروج الأنيق يغرد منطلقا في غنى بناء على هذه الأبيات التي قرأناها يا ثامن ألف إلى ما يدعون الشاعر إلى عدم الخوف من المجهول لأن الشاعر يقول ولا تخشى مما وراء التلاع إذن يدعو الشاعر الناس من عدم الخوف من ماذا؟ من المجهول من الصعوبات من الهموم من أي شيء يمكن أن يعكر صفو حياة هذا الإنسان يقول له لا تخشى لا تخاف من المجهول اخترق هذا المجهول وغامر وسوف تجد كل السعادة بناء على ما سيصفه له الآن هات مظاهر من الكون تؤكد على أن المخلوقات عفوا أسفن الآن الفرعباء لما وصف الشاعر الحرية بالضحى في رأيك؟ الآن احنا اتفقنا يا ثامن أنه كلمة الضحى أينما وردت في القصيدة الشاعر يقصد فيها ماذا؟ الحرية كلمة النور أيضا أينما وردت في القصيدة الشاعر يقصد فيها الحرية طيب الآن برأيكم لماذا وصف الشاعر الحرية بالضحى؟ لماذا؟ قوة انتشار الحرية كنور الضحى الحرية أعزائي هي مطلب للجميع هي هبة من الله سبحانه وتعالى وهي حق للجميع كذلك نور الضحى نور الضحى لا أحد يستطيع أن يتحكم به هو هبة ونعمة من الله سبحانه وتعالى لجميع البشر هذا النور ينتشر ليعم سائر الأماكن وكل الأماكن فهو ليس حكراً على أحد وكذلك الحرية هي مطلب للجميع وهي حق للجميع إذن نعيد كمان مرة ليبين قوة انتشار الحرية كنور الضحى تنتشر وهي حق للجميع وأنها حق للجميع كما هو نور الضحى حق لكل البشر الآن ننتقل للفرع جيم هات مظاهر من الكون تؤكد على أن المخلوقات جميعها تحب أن تعيش حرة بناء على الأبيات التي قرأناها من مظاهر الكون أشياء موجودة في الكون تدل على أن كل المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى تحب أيضا أن تعيش حرة يقول طبعا هاي المظاهر جميعها الواردة عندنا في الأبيات يقول الشاعر وإلا ربيع الوجود إذن أول مظهر ربيع الوجود ثانيا أريج الزهور أيضا أريج الزهور رقص الأشعة هذه رقص الأشعة رقم ثلاثة أيضا حمام المروج كل هذه المظاهر الموجودة في الكون تدل على أن هذه المخلوقات جميعها تحب أيضا أن تعيش حرة ولا يقيدها شيء ننتقل أعزائي إلى السؤال الخامس يقول الشاعر إلى النور فالنور عذب جميل إلى النور فالنور ظل الإله ألف ماذا قصد الشاعر بالنور؟ قلنا النور والضحى قصد بهما الحرية بما وصفه بما وصفه عندما قال إلى النور فالنور ماذا ظل الإله إذن بماذا وصف هذا النور بأنه ظل الإله استخرج من القصيدة الأبيات التي تتوافق في معناها مع كل عبارة مما يأتي ألف تلعب وتمرح بين الحقول وتتمتع بالحرية أينما تجدها هذا المعنى في أي بيت ورد ورد هذا المعنى في قول الشاعر وتمشي كما شئت بين المروج وتقطف ورد الربا في رباه طبعا هذا أين ورد في البيت الرابع وتمشي كما شئت بين المروج وتقطف ورد الربا في رباه كذلك أعزاء البيت الثالث إذن هذا المعنى ورد في البيت الثالث وفي البيت الرابع في البيت الثالث أيضا يقول الشاعر وتمرح بين ورود الصباح وتنعم بالنور أن تراه هذا أيضا بنفس المعنى تمرح وتلعب بين الحقول تمام؟ الآن ننتقل للفرعباء لا تخاف من الحرية كي تستطيع أن تسعد بجمالها أين ورد هذا المعنى في قول الشاعر ولا تخشى مما وراء التلاع فما ثم إلا الضحى في صباح لا تخاف من الحرية لماذا؟ لأنه لا يوجد خلفها إلا السعادة والضحى في صباح كي تستطيع أن تسعد بجمال الحرية ننتقل للفرع جيم جمال فصل الربيع يجعل الأرض تكتسي بأجمل الثياب أين ورد هذا المعنى؟ طبعا في قول الشاعر وإلا ربيع الوجود الغرير يطرز بالورد ضافي رداه الآن ننتقل للسؤال السابع تعد هذه القصيدة من قصائد الشعر الإنساني وضح ذلك شو يعني قصائد شعر إنساني؟ قصائد الشعر الإنساني أو الشعر الإنساني هو الشعر الذي يتحدث عن القضايا التي تمس الإنسان بشكل عام يعني لا تقتصر على فئة معينة من البشر نسميها قضية إنسانية بمعنى أنها أو مطلب إنساني يعني ليست حكرا على أحد هي تختص هذه القضية تختص بكل الناس بكل البشر ليست حكرا لا على جنسية معينة ولا على فئة معينة ولا على عمر معين ولا على دولة معينة هي خاصة بالبشر جميعهم بالإنسان كإنسان هذا أسميه شعر إنساني الذي يطرح هذه القضايا تمام؟ الآن هذه القصيدة هي تعد من قصائد الشعر الإنساني لماذا أعزائي؟ طبعا بكل بساطة لأنه في هذه القصيدة يخاطب الشعر الإنسان في كل مكان أي إنسان في كل مكان زي ما حكنا بغض النظر عن جنسيته عن عمره عن بلده عن أي شيء وموضوعها إنساني الموضوع أيضا هو موضوع إنساني ما هو الموضوع؟ هو الحرية فالحرية مطلب إنساني لكل البشر وبالتالي هي أكيد قصيدة من قصائد الشعر الإنساني لأن المخاطب هي موجهة للإنسان بشكل عام والموضوع أيضا هو موضوع إنساني وهو الحرية في السؤال الثامن أعزائي ما الدروس المستفادة من القصيدة؟ ماذا استفدنا من هذه القصيدة؟ أولا يجب أن يدافع الإنسان عن حريته ممكن نحكي أيضا المستفاد أن الحرية مطلب إنساني لكل البشر ويجب الدفاع عنها كما ذكرنا هنا إذن الحرية مطلب إنساني لكل البشر ويجب الدفاع عنها أو يجب أن يدافع الإنسان عن حريته ثانيا أن يستمتع الإنسان بحياته يعني ينظر الإنسان إلى الأشياء نظرة إيجابية لا يكون الإنسان سلبي لا يكون الإنسان سوداوي بل ينظر إلى الأشياء نظرة إيجابية نظرة ملؤها التفاؤل ملؤها الأمل ملؤها السعادة لا ينظر إلى الأشياء نظرة كما قلنا سلبية ويستمتع بحياته لا يخشى الأهوال والمصائب ويتوكل على الله ولا تخشى مما وراء التلاع يجب أن الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى لا يخشى الأهوال والمصائب ولا يخشى من المجهول بما أنه متوكل على الله سبحانه وتعالى السؤال الأخير أعزائي يقترح عنوان آخر للقصيدة معللا طبعا يا ثابت تستطيعوا أن تقترحوا أي عنوان ترونه مناسبا العنوين كثيرة وأي عنوان مقترح يناسب الموضوعات التي طرحت في هذه القصيدة أو حتى هو موضوع واحد ركز عليه الشاعر وهو الحرية وأنها مطلب للجميع نستطيع أن نجعله عنوانا للقصيدة مثلا من العنوين المقترحة كن حرا انطلق في هذا الرحب حياتك نور اختاروا طبعا إن أردتم شيء من هذه العنوين أو اجعلوا لكم عنوانا خاصا أعزائي إلى هنا نصل إلى نهاية أحل أسئلات المعجم والدلالة والفهم والتحليل ستجدون إن شاء الله الإجابات هذه مصورة ومرفقة في صندوق وصف هذا الفيديو ألقاكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم لنقوم بحل أسئلات التذوق الأدبي والقضايا اللغوية لهذا الدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 .